مهارة اللي جاية بقى يا رقم 9 دي مهارة جزء من مهارة الصداقة الزوجية وهو حاجة مهمة جدا جدا الأولوية ان كل واحد فينا يمارس ان شريك حياته ان زوجته أولوية ان زوجها أولوية في حياته لان ده لو حصل ان حد يحس ان هو أولوية في حياتي التاني وان ان انت مستعد تسيبه اللي في ايديك وتروح له لما يحتاجك في اي موقف انت هنا بتزرع فيه معنى هيفضل طول حياته حاسس بالأمان عنده فعشان كده لازم تحس يحس ان هو انت أولوية عنده في ايه اللي يحصل فهو مهما يحتاجك في اي وقت هيلاقيك في وقت الشدة وفي وقت الفرح وساعتها هيعتبرك ان انت صديقه لان انت عمرك ما خزلته في اي وقت كان محتاجك فيه رقم 10 او الاخير بقى المشورة المتبادلة بلاش الفلسفة بتاعت ايه شوروهم وخلفوهم وبلاش هو مش هيحس بيه لا المشورة المتبادلة هي اللي بتخلي الناس يحسوا بالصداقة وده اللي حصل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مشورة ستنا مسلمة لما كاد المسلمين ان هم يضيعوا فمشورتها هي اللي خلت مسلمين نجم لكن حضرة النبي كان ممكن ينتظر الوحي بس حضرة النبي كان بيعلمنا ان المشورة المتبادلة ما بين الزوجين هي افضل طريق للاعيش بسلام وامان خلينا نقول حاجة مهمة جدا ان اكتر حاجة تحسسنا بالاتزان في الحياة الزوجية ان احنا نعيش مع بعض كشركاء حياة بنستشير مع بعض ونحس مع بعض بان احنا فعلا في امان انا حابب اقول لكم ان الزوج ده نعمة لازم نعرف ان الجواز لا نعمة لما ربنا قال لنا ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة كان معناه ان الجواز نعمة بس مش هنقدر نوصل لخيرها وفضلها غير لما نعرف ان الرسول الله لما قال لنا ان الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والحديث ده بالذات لازم نحس بيه عشان نحس اني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هو نعمة بالنسبة لها وهي نعمة بالنسبة له وعشان كده عشان نقدر ندوق حلوة النعمة دي لازم نستعمل مهارة الصداقة الزوجية اللي صحيح هي مهارة جميلة بس كمان بتتطلب مننا ان احنا نشتغل مع بعض نتفق مع بعض نتفق على ان احنا نبني علاقة متينة ما تتأثرش باي مؤثر ممكن يمر علينا مهارة مبنية على التفاهم والاحترام والدعم المتبادل والرومانسية والصدق والشفافية يا رب اجعلنا قدرين ان احنا نمارس هذه المهارة وانا عايز اقول لكم حاجة عايز تعرف البيت قد ايه متين عايز تعرف قد ايه البيت جميل عايز تعرف قد ايه البيت حصين بص شوف اهله بيستخدموا قد ايه مهارة الصداقة الزوجية مهارة الصداقة الزوجية كنز يا رب اجعلنا ممن ينهنوا له من هذا الكنز وأعن بمددك على أن نحن نكون في بيوتنا أصدقاء عشان نخرج من أي ضيق ومن أي بلاء ونحن سعداء يا رب العالمين يا أكرم الأكرم